الحرب الأوسع يعني استهداف المنشآت الحيوية اللبنانية والعمق باستهداف مركز بالضاحي أو ببيروت أو بمناطق أخرى هذه معناتهم مش أنه اغتيال مثلا بالضاحي مثل ما صار مع الشيخ صالح العروري أو صار مع فؤاد شكر لا نحكي إحنا عن استهداف مثل 2006 هونيك ما نكون صرنا بمحل تاني كليا بس اليوم التقديرات الكلمة بده إلا خلالنا نسميه حركة صهينية الدينية وهي بنك فيروس موتريتش بالحكومة الإسرائيلية يبقى لهم هالتأثير على قرار الحرب يقدروا يمنعوا نتانياه من اتخاذ قرار بس ما يقدروا يفرضوا عليه قرار وإذا نرجحنا جالنت بوزير الدفاع الإسرائيلي بالاستجواب اللي كان عنده أو المسائلة أمام لجنة الدفاع بالكنيسة كان عم بيقول أنا ب11 أكتوبر كنت مشجع لضربي وهجوم استباقي على لبنان اليوم لأنصح بذلك ومبارح بالاجتماع الحكومة الإسرائيلية يقعاد عدم تأييده للحرب الواسعة على لبنان لأن الحسابات تختلف كليا على حسابات غزة يعني ما أنها ستكون جبهة سهلة لا على جانب لبنان ولا على جانب الإسرائيلي فالكل اللي عم بيحاول يهرب من الانزلاك نحوه وإمكان نتانياه يفضل بقاء الاشتباك بس هي يعني أنه يريد توسع الاشتباك للحد الأقصى نتانياه يفيدوا الوضع الحالي اليوم يعني استطاع أن يضرب بقلب طهران يغتال فؤاد شكر بالبضاحي يضرب القنصورية الإيرانية يغتال محمد رضا زاهدي كل هذه الأمور ما تزوج نتانياه عم تعطيه ما يريد بدون أن ينزل إلى ما هو أخطر هذا اللي بدي أقل لك يعني اليوم نتانياه طبعا ما بنسبه توسع الحرب لأنه بده يصير حزب الله إذا بدك عنده الضوء الأخضر لا استعمال كافة الوسائل لا استعمال كافة الوسائل كافة الأسلحة حتى يأذي فعلا على العمق الإسرائيلي اللي ما بده يهي نتانياهو بس بالمقابل نتانياهو عم بيحقق إذا بدك أهدافه يعني قادر يعني هو شو بده بده يستهدف الحزب صحيح بده يدمر قدرة الحزب القتالي ويضرب القدرة العسكرية أو كل ما يتعلق بالمسيرات الصواريخ أو بالإشراف عليها بس هو اليوم نتانياهو نيش عم بيعمل هيك التقييم الإسرائيلي أنه الحزب لا يريد الحرب الواسعة عم بيستغل هيدا التقييم لا توجيه الضربات والحزب أيضا بتقييمه وأنه قال نتانياهو لا يريد الحرب الواسعة عشان هيك عم بيستمر بالضربات بس الاعتماد على هيدا هو لعبة حفة الهاوية يعني أي نقطة غلط أو حساب غلط أو ضربي غلط ينزلق الجميع نروحنا على غير مطرح نيبلي نصير كلنا بغير مطرح نعم وقات الواحد ما بيكون بده الحرب كلمة هيك تسطول الأمريكي أنا حاضر بس بيكون الحرب بده لتنان عشان هيك الأمريكان اجوا على المنطقة اجوا على المنطقة مثل ما قال له هوكسين حتى للرئيس بره نحن هون لا الردع لا منع توسع الحرب يعني عم بيقوله نحن جبنا هاي القوات عم نقول لإيران ما تضربه اي هيدا عم بيقوله بس كمان قاله أنه لدينا الأصول البحري ونتمنى أن لا نستخدمه أولا عم بيقوله بس منه بالمعنى كان التهديد أنه بدنا يضرب لبنان أو هذا لا عم بيهني كل هالهدف الأمريكي الحشود العسكرية جابوها مثل ما جابوها بأول أكتوبر بس اليوم الفريق أنه عززوها أكتر ونفيه توتر أكتر عم بيجيبوها أولا بالدرجة أولى حتى كان إذا كان لابد كان إيران بده تضرب ليشاركوا بعمليات التصدي مثل ما صار ب13 نيسان لأنه حيكون الضرب على مستوى أوسع كان حسب معقوله الإيرانيين فالطبيعي الاعتراب بدي يكون على مستوى أوسع وكمان لثناء أو محاولة ثاني إيران مثل ثاني إيران عن استخدام القوة الصاروخية والمسيرات باستهدافها العمق الإسرائيلي هذا كان السبب الأساسي لوجود هذه القوات بس ما بيعني أنها في لحظة معينة قد تتحول من قوات ردع دفاعية إلى قوات هجومية في حال صار فيه هجوم واسع من قبل المحور على العمق الإسرائيلي ساعتهم نقول لا هذه القوات بتصير قوات هجومية بالمنساعة يعني مجرد تمركزها بالمنطقة وأن كان للردع ولا الدفاع وليس للهجوم بأي خطأ حسابات إذا صار مثلا هجوم واسع على العمق الإسرائيلي من أكثر من جبهة وصار فيه قدار كبيرة هذه اللوات تتحول تلقايا للقوات هجومية فعالشان هيك الأمريكان كانوا عم بيجيبوا هذه القوات بس هذا السيناريو إلى أي مدى هو سيناريو واقعي خصوصا من بعد ما شفنا ردود الفعل الإيرانية خصوصا من بعد ما شفنا يعني ناطرين الرد لحزب الله يلي كمان هيك مصادر مقربة بأنه قالت أنه هو ما رح يرد قبل انتهاء المفاوضات هذا السيناريو أنه الرد الكبير لا ما وارد اليوم اليوم ما بقى وارد كان وارد باللحظات لأولي لحظات انفعال أو لحظة خلانا سميها لحظة عاطفية وغضب وهذا نحن نحن على الآخر إلى تقليم أو حد أو ضبط سورة هذا الرد إذا بدي يكون حتى كمان وابقى إيران تحت استقفى المطلوب لها طبع مستشار الرئيس بيس شيكيان ورث ملش يميل إلى نظرية العمل الأمني لما يقول أنه عمل أمني يعني إيران تصير تعتبر نفسها غير ملزمة برد عسكري وهذا شي بنزل عن الشجرة يعني حازم نشوف الثانين اختيل اسماعيل همية مثلا ثلاثة نيونت تايمز عم تعطيوا المخرجة الإيرانيين عم بتقول لا أعبوا ناس في زرعة البلاد عم الإيرانيين ما أخذوا بالرواية رجعوا نزلون يعبوا الواشنطن بوست ونزلون يعبوا الڭاردين لم يشوا فيها وحتى هوكستين لما كانوا نقلوا الرئيس بري احنا تقييماتنا بتقول أنه كانت عبوا ناس فيه لأنها الرسيلة الإيرانيين أنه هذه كانت عبوا وإنه عمل حربي وأساسا نسمعين هنيم أنه إيراني حتى يحملوا الرد على عطقهم بالإطار العسكري الكبير فنحنا نزل نرجع منشوف شو اللي صار بتل أبيب من أسبوع كيف فيه محاولة لتفشير سيارة مفخخة نعم كتاب القسام وسريع الكدس لا تشغل من عندها يعني بهذا الإطار بالتحديد بإرارة استراتيجية مثل هذا كيف فيه محاولة لرد بعمل أمني لأرجح هيك لأنه القسام وسريع الكدس بمرتبطين ارتباط عضوي بفايلة الكدس الإيراني يعني فيه بقراءة أشمل لأنه كيفين يردوا يقولوا ما نحنا مثل من الإسرائيلي لليوم لم يتبنوا اغتيال إسماعيل هنية بشكل معلن كما هو الحال مع اغتيال فؤاد شكر وإن كان بعد فرضية العمل العسكري باغتيال هنية موجودة بس نحنا لما توجهت ضربة الضحية بعد ربع ساعة كان نتحدث من الجيش الإسرائيلي عم يعلم مسؤولية الجيش واستهدفنا فؤاد شكر وبيعلنا بقس بس موضوع إسماعيل هنية ما فيه إعلان رسمي إسرائيلي بغض النظر عن رويات الأعلم وهذا أن الإسرائيلي عم يخليها بالإطار الأمن وبالتالي اليوم الرد الإيراني أصبح نزل نزل درجة بينما اليوم رد حزب الله مختلف لأنه طبيعة مختلفة كان هجوم عسكري بضحي النهار بقل بضحي الجنوبي بس كمان إذا نرجحنا لخطاب السيد حسن بذكرى أسبوع فؤاد شكر كان حكي عن الرد المدروس والحكيم ما على السر ما بده يروح إلى حرب موسع ولا بده يحمل الوزر المسئولي بالذهاب نحو حرب موسع فعشانك عم نشوف فيه فترة الانتظار لإشت المفاوضات كمان بتبرد أكتر من حماوة الموضوع وبيصير الرد يطبخ أو يطهى بهدوء بس الرد عم بيأكدو أنه حاصل الرد حاصل وحددوا الهدف حتى الرد حاصل حتى أمسوكسين بيليقاته مع اللبنانيين هم سونين لبنانيين قالوا أنهم يريد الهدف ينتبه على موضوع مدنيين والمستوطنين أنا متلت أنه عادت Logos وهم يتفق التقييمات الإسرائيلية والأمريكية عن الحزب سيرد الحزب مختلفة عن حتمية الرد الإيراني التقييمات الأمريكية والإسرائيلية بخصوص الحزب تختلف عن حتمية الرد الإيراني الحزب يريد كيف سيكون رد الحزب أرجع حسب الخطابات بدي يكون على هدف عسكري مؤثر بعمق قليل وليس بعمق كتير كبير يعني بدي يكون حتى اللحظة يمكن يكون بمحيط تل قبيب بس ما يكون قرب هدف مدني لأنه الإسرائيلية حطوا وضعوا معادلة أنه تل قبيب ترد على تل قبيب نحن رح نقص بميره هو فيه خشية كمان أكتر أنه أي رد يعني ما بدوا يدربوا أهداف تكون قريبة حتى على أهداف مستوطنين لأنه أي ضربة أو خطأ بالضربة حياتي الإسرائيلي الذريعة لتوجيه ضربات أكثر مثلا بقلب الضحية أو بغير